بعث سمو أمير بلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى أسرة الفقير حمد الجوعان عرض فيها سموه عن خالص تعزيه وصادق مواساته بوفاته مستذكرا سموه رعاه الله مواقف الفقيد الوطنية ومناقبه ومآثره وما قدمه لوطنه الكويت من خدمات جليلة ومقدرة عبر مسيرة حافلة بالعطاء المميز ومن خلال عضويته في مجلس الأمة ومختلف المناصب الرفيعة التي تولاها من جهته أبن مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاسبوعي اليوم الفقيد الجوعان والفقيد العثمان مشيدا بمواقف الفقيدين ودورهما في خدمة الكويت فيما كلف المجلس الهيئة العامة للرياضة بتقديم تقرير شامل حول إيقاف كونغرس الفيفا النشاط الرياضي بالكويت الجمعة الماضي متضمنا الإجراءات العملية الكفيلة باتخاذ أفضل السبل اللازمة لمعالجة كافة السلبيات أعرب مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاسبوعي برئاسة الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء بالنيابة وزير الخارجية عن أسفه الشديد لما آلت إليه نتيجة التصويت خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم كونغرس الفيفا والذي أدى إلى استمرار إيقاف نشاط كرة القدم في الكويت فيما كلف المجلس الهيئة العامة للرياضة بتقديم تقرير شامل متضمنا لإجراءات العملية الكفيلة باتخاذ أفضل السبل اللازمة لمعالجة كافة السلبيات إلى ذلك استمع المجلس إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح بشأن تقرير مؤسسة مودز للتصنيف الاعتماني والذي ثبت التصنيف الاعتماني للكويت عند AA2 يأتي هذا في وقت أبنى فيه مجلس الوزراء عدو مجلس الأمة السابق حمد الجوعان الذي وافته المانية أمس مشيدا بجهود الفقيد المخلصة على مختلف الأصعدة في خدمة قضايا وطنه كما أبنى مجلس الوزراء رئيس الأركان العام للجيش الأسبق الفريق الركن المتقاعد عبد الرحمن العثمان الذي وافاه الأجل في العاصمة الفرنسية مؤخرا مثمنا ما قدمه من خدمة جليلة في المجال العسكري والقوات المسلحة